الله الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم بدأنا من الليلة الماضية بعون الله تعالى من أول سورة النحلة وقلنا أن هذه السورة أساسا مكية ولكن بعض الآيات فيها تبدو أنها مدنية مع اختلاف بين المفسرين أتى أمر الله بصيغة الماضي ولكنه الماضي الذي يتحقق حتما وقوعه وفي البلاغة العربية كل شيء يتحقق وقوعه حتما يمكن أن تأتي به بصيغة الماضي وإلا أتى يعني جاء تحقق هذه الآية نزلت عندما استهزأ المشركون في مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أين العذاب ومتى العذاب سواء العذاب الذي يأتي من السماء مثلا أو انهيار هيبة قريش وانكسار كبريائهم كما كان يعيد الرسول صلى الله عليه وآله وعندما تتصور أجواء هذه الآية تعرف أنها كانت جدا قوية وصادمة في ذلك العصر النبي يتيم قريش ليس معه إلا الثل القليلة هذا يقول سيأتي العذاب عليكم موسى يأتي أتى أمر الله وقع هذه الآية على نفوس المشركين كان وقعا شديدا صادما وبالفعل بما أنهم كانوا يرون معاجز من النبي ولكن نفوسهم كانت لا تقبل الإنصياع لتأثير هذه المعاجز وكانوا يقولون أنها سحر مثلا بس بالنتيجة كانوا يتأثرون يخافون يعني فتأثير هذه الآية كانت جدا قوية على نفوسهم طبعا قلنا أن من بطون هذه الآية إشارة إلى وقت ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الله بسم الله سبحانه وتعالى فرجه الشريف الآية الثانية ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ثلاثة مواضيع بعجالة نبحثها في هذه الآية القصيرة أولا قبل أن نبحث المواضيع الثلاثة أتى أمر الله إنذار بعد ما بيها بشارة الإنذار من دون إتمام الحجة لا يكون كما أشرنا مرات عديدة في السنوات الماضية أن كل إنذار يلزم أن يسبقه إتمام حجة مثل أن تقول لابنك تعاتبه لماذا لم تأتي بالخبز فيقول بابا أنت ما قلت لي ومن حقه أن يقول هذا وأنت ما إلك حجة عليه أما إذا قلت له وطلبت منه وعطيت الفلوس ودليت على الطريق وهو يعرف يركب سيارة ويروح للجمعية وهناك تقدر تقول له ليش ما أشترت هذا مثال بسيط طبعا العذاب لا ينزل سواء في الدنيا لا ينزل وفي الآخر أيضا إذا لم تتم الحجة الحجة يعني شنو يعني الدليل البرهان إرسال الأنبياء بعثوا الأنبياء إرسال الكتب هذه إتمام الحجة بعد الأنبياء هذه مهمتهم إتمام الحجة على الناس جميعا من وصل إليه بلاغهم شوفوش قيد الإسلام عادل وحكيم ولذلك العلماء يعرفون هذا الشيء أنه عندنا جاهل قاصر وجاهل مقصر إنتم سامعين من عندنا مغلات عديدة الجاهل القاصر اللي ما وصل للتبليغ في أقاصل الغابات قاعد هناك تشوفون بعض الأفلام ما أدري في أماكن أصلا هذا وصل إلى التبلاغ ما وصل إلى فلم تتم الحجة عليه أما اليوم اللي بعد الإنترنت مواصل لكل بيت أتصور كثير من الناس ابتلوا بهذا الإنترنت ليش؟ لأنه لقد تمت الحجة عليهم أو على أغلبهم هذا بعد مقصر إذا هو ما يقبل إرسال وبعث الأنبياء لإتمام الحجة لإيصال صوت الله سبحانه وتعالى سواء الإنجيل الزبور الصحف إبراهيم التوراة والقرآن ما يفرق هذه الآية الثانية تشير إلى هذا الموضوع يعني العذاب لا يأتي عليكم يا قريش يا مشركين إلا أن بعثنا عليكم أو إليكم نبيا ينزل الملائكة من ينزل؟ الله سبحانه وتعالى ليش؟ حتى لا تقولوا ليش إجا العذاب إحنا بعثنا أنبياء بعثنا رسل أنزلنا كتب فبعد أتممنا الحجة شوفوا الارتباط بين الآية الثانية والآية الأولى أتى أمر الله ينزل الملائكة الله ينزل الملائكة بالروح من أمره السؤال الأول أو البحث الأول في هذه الآية الملائكة الملائكة شنو؟ الروح شنو؟ دائما تسألون من عدنا من أهل المنبر أيضا تسألون أنه شنو الفرق بين الملائكة وبين الروح هنا المفسرين الذين لا يرجعون إلى الروايات والأحاديث ريحوا نفسهم قالوا ينزل الملائكة يعني جبرايل وأعوانه لأن كل واحد من الذول الكبارية من الملائكة عندهم أعوان ترها عزرائيل سلام الله عليه دائما يقولوا سلام الله على حتى يدير باله علينا مثلا بالمناسبة يقولون فد واحد كان يروح إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام كله للجمعة نيابة عن إزرائيل عزرائيل قالوا له ليش؟ قال حتى شوي يدير باله علينا وهذا ما فيه أشكار طرها أنا زيارة خاصة ما أسوي وسألها لكن أسلم على الأئمة نيابة عنها الكبار من الملائكة لهم أعوان إزرائيل إلى أعوان جبرايل إلى أعوان إسرافيل إلى أعوان وما بإشكار الملائكة زعيمهم لإبلاغ الوحي منه جبرايل عليه السلام خب الله يقول ينزلوا يعني من ينزل الله ينزل الملائكة خب ينزلوا الملائكة بالروح بالروح الباء هنا شنو أنتو قارين بلاغة شوية بالروح إما للمصاحبة وإما سببية يقولون سيدا قلنا مصاحبة يعني شنو يعني الملائكة جايبين الروح وياهم فأكو شي ملائكة وأكو شي روح بعض المفسرين خاصة من غير مذهبنا يقولون الروح يعني القرآن الوحي ولا بس يعني لوما تشوف الآية يعني لا بس بهالتفسير ينزل الملائكة جايبين وياهم شنو بالروح كل شي يحيي القلوب هو روح القرآن مو يحيي القلوب فهو روح النبوة الكتاب الواحي توراة إنجيل هاي سمو روح هذا التفسير شوية فيه تأمل ليش فيه تأمل لأن أنا شفت اليوم بعض مفردات هذه الكلمة أو مشابهات هذه الكلمة أشو كأنها أكو شيء آخر بعدين التمسنا الحديث لأننا نعتقد بالتفسير التفسير المحكم الصحيح هو التفسير الذي يفسر القرآن بالقرآن مع الحديث أنا حاجع لكم حول هذا الموضوع سلوات سابقة الآية الأولى في سورة النبأ رقم 38 شوية البحث فكري التفتوا لا بأس به يوم يقوم الروح والملائكة صفا يعني القرآن يقوم إذا قلنا الروح يعني شنو يعني النبوة قرآن يوم يقوم الروح أكو شيء اسم روح والملائكة صفا يوم القيامة يعني معناته أكو موجود مخلوق عظيم غير الملائكة اللي يسمى شنو الروح تحسنت يوم هذا اليوم المهيب المهول يوم القيامة الروح يوقف أمام الله سبحانه وتعالى أو في محكمة الله والملائكة الصفوف مليارات الملائكة فأكو شيء أعظم من الملائكة اللي اسمه شنو الروح آية أخرى تعرج في سورة المعارج رقم أربعة تعرج الملائكة والروح إليه تعرج يعني تروح تصعد إلى الله يعني مناسبة الآية ما أشرح اللي أنا يطول بعد تعرج الملائكة هاي وحدة والروح الروح في شيء آخر آية أخرى في سورة القدر اللي كلكم حافظيها بعد تتنزل تنزلوا الملائكة تنزلوا يعني تتتنزلوا التاء الأولى تحذف تنزلوا الملائكة والروح فيها يعني في ليلة القدر الملائكة تنزل مع منه مع الروح بإذن ربهم من كل أمر معنى ذلك أن الروح شيء آخر غير جبرائيل خب الرواية ما تقول صلى على محمد ولا لمحمد الله صلى على محمد الله وآله 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 الآية في أصول الكافي الكافي من الكتب المعتبر عندنا يقول أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام في أيام أمير المؤمنين يوجد واحد يسأله عن الروح يا أمير المؤمنين الروح شنو هي؟ في آيات أخرى قرأناها سابقا أتصور في سورة الإسراء كانت العام الماضي قل الروح من أمير ربي يسأله أن الروح أليس هو جبرائيل؟ هاي تنزل الملائكة والروح أو هذه الآيات التي قرأناها يوم يقوم الروح والملائكة أو هذه الآية التي نحن بصددها ينزل الملائكة بالروح يا أمير المؤمنين هذا الروح الذي موجود في القرآن في أماكن مختلفة أليس هو جبرائيل؟ وخلصنا بعد جبرائيل ينزل اسم روح أليس هو جبرائيل؟ فقال أمير المؤمنين شوفوا الأئمة مرة هي سهنانا قوسين أفتح هذا مو من التأويل بعد التأويل شنو قلنا؟ بطون الآية مثل ما قلنا أن أتى أمر الله أيضا إلى بطن وظهر ظهر يعني إنذار إلى المشركين وشرحناه بطنه شلو كان يوم ظهور المهدي عجل الله فرجح خب هذا من بطون القرآن هذا لا يمكن أن يأتي به أحد من عند نفسه ليوم ليوم قبل كم يوم إجاني واحد من أصدقانه قال أنا عندي أسئلة في مشهب قلت تفضل جاب آيات قرآنية وقام يفسرها من عند نفسه يعني تأويل طبعا هو كان متدين ولا يريد يربط الآيات بالأئمة بالإمام أمير المؤمنين بالحسين عليه السلام قلت له شوف أنا أقدر هذا الموقف ما لك يعني أنه أنت من حبك لأمير المؤمنين وللأئمة دت تحجيه الشكل ولكن دير بالك والآن أقول لمن يستمع أنتم وعبر الأثير أنه التأويل مبيد نترها التأويل شيء لا يعلمه إلا الله أحسن ما شاء الله أنتم بعد السنوات ويايا والراسخون في العلم الراسخون في العلم منهم محمد وآل محمد يجي واحد يفسر الآيات القرآنية بأساليب عرفانية فلسفية أسا شنو أقول أقول بايخة يعني مو صحيح هذا تدري شلون يصير عود يصير خمسين تأويل كل واحد يجي أول آية بكيفه عود يصل الأمر إلى أنه يريد يطبق آية على شخص من الناس العاديين اللي هنا ما شايفين أنا شايف يريد يقدس في العالم مثلا في الشخصية يقول هذا تفسيره أنه فلان سماريجي بأسماء مو نريد نرجع بعد اشنون أحبالكم هذا الصحيح مو صحيح هذا مو فقط مو صحيح مو جائز مو جائز باطل بل محرم التأويل إخواني كما علمنا العلماء أساتذتنا فقط رواية معتبرة من رسول الله وأهل بيته هذا ممكن سيدا اللهم صلى على محمد حسنا 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 نرجع إلى الحديث الرجال سأل يا أمير المؤمنين الروح و جبرايل عزرائيلو ميكائيلو ما دي بدار دائيلو إلى آخره الله يحفظهم جميعا وهم مقدسون عند الله مطهرون يطيعون أوامر الله مو مثلنا نحن البشر خب هذا الرجال ما اقتنع ليش لأنه ثقافته من وين من غير أهل البيت فكرر ذلك الرجل فقال له يعني قال لأمير المؤمنين شوف شلون اعتراض على أمير المؤمنين صنوا رسول الله قال له لقد قلت عظيما من القول يعني شنال حجي هذا كلمة إلا في الوقع شوية موزيان لقد قلت عظيما من القول يعني فتحج كبير اللي كأنه مو قدك يعني استغفر الله لقد قلت عظيما من القول ما أحد يزعم أن الروح غير الجبرائيل ماكو أحد من المسلمين يقول أن الروح غير جبرائيل أنت منين جايبه هذا يا علي ابن أبي طالب طبعا خب الأئمة استقبلون النقد ما يخالف ولكن في وقتها إذا صار الأمر يرتبط بالقرآن لا يقفون فقال له أمير المؤمنين عليه السلام إنك ظل تروي من أهل الظلال ماذا قلت قوية صحيح هذا أنت تقول بس هذي أهل الظلال يقولون هذا الشيء وإذا لما شفت هاي الرواية وراجعت بعض التفاسير تستغربت يعني حتى بعض تفاسيرنا ما يذكرون أن الروح غير جبرايل المهم بعدين شلون يثبت الإمام شوف الدقة أثبت له أن الروح غير جبرايل وأعظم من جبرايل بهذه الآية التي تلونها في سورة النحل يقول الله هذه متابعة لكلام أمير المهم يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح بعدين كمل الإمام والروح غير الملائكة خب إنسان الروح شنو هو حسب رواياتنا إخواني جبرايل أحنا نقدر نمثل ب شخص ملك مقرب عند الله عظيم طبعا مؤتما أمين يأتي بالوحي من قبل الله سبحانه وتعالى ويلقيه على الأنبياء هذه وظيفة عادة وفي المهمات الصعبة أيضا يأتي ويداري ما أدري شوية يقعد حتى مع أهل البيت كان يقعد ولكن أكو شيء عند الأنبياء تحصنهم هذا الشيء يحصنهم هذا هو الروح عند الأنبياء وعند الأئمة بأي دليل بهذه الرواية عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية هو هذه الآية التي نحن بصددها ينزل الملائكة بالروح فقال عليه السلام جبرائيل الذي نزل على الأنبياء ذاك ينزل يجيب الوحي ينزل الملائكة يعني جبرائيل وأعوانه الروح شنو يا ابن رسول الله والروح يكون معهم مع منو مع الأنبياء قوة ربانية إلهية عظمى أعظم من جبرائيل هذا دائما مع نبي هو الأنبياء صحيح الأوصياء شنو يكون معهم ومع الأوصياء ما يقول فقط علي من طالب فقط كل الأوصياء حتى أوصياء الأنبياء السابقين مثلا آصر بن بارخيا مثلا مع سليمان ما أدري يوشع بن النون وهكذا كل نبي له وصي والروح يكون معهم ومع الأوصياء طيب شي سوي هذا الروح شوفوا المسؤولية العظيمة اللي متعهدها لا يفارقهم أيها الشيعي لما تقرأ هذا الحديث تطمئنه أكثر شلون بالنتيجة الإمام الباقر الإمام الصادق بشر بعد موشكل ظاهرا بشر بعد فكيف يعلمون كل شيء ولا يخطئون أبدا وهم معصومين دائما ويعلمون ما كان وما هو كائن وما سيكون شنو هذا هذا والروح التفتوا إلى العبارة والروح يكون معهم يعني مع الأنبياء ومع الأوصياء لا يفارقهم يفقههم ويسددهم مو من عند نفسه من عند الله سبحانه وتعالى أنا وياك وين مقام الأئمة وين بعض المسلمين مع الأسف اعتبروا الأئمة ناس علماء بس خوش ناس لا يابع مو شكل هذه الروح هذا المخلوق النوراني العظيم ملتصق بالأنبياء لا يفارقهم يسددهم من عند الله سبحانه وتعالى فشنو صار النتيجة أن الروح غير جبرئيل حسب هذه الروايات المعتبرة أولا وثانيا حقيقة نحن خليني شوي أيضا عقلاني نفكر حسب السيرة الموجودة الأئمة عليه السلام الأنبياء كان عندهم معاجز لا شك يسألوا أحد يريد يسمي كرامات خلي يسمي معاجز كان عندهم كانوا يعلمون الغيب هي الأهمية في الإنسان المتصل بالوحش شيئا فقط العلم والقدرة أنت إذا حصلت على العلم وعلى القدرة تفوق على كل البشر طبيعي بعد هذا العلم من يرجعهم لا راحوا مدرسة لا تعلموا على مكتب ذاك اليوم يسمون مكتب يعني الشيوخ اللي كانوا يعلمون الأولاد أبدا فكيف يعني كل العلوم في صدورهم الأنبياء والأوصياء وكل القدرات تحت سلطتهم شلون هذا يصير يعني من وين جاي هذا لولا أن شيئا يسندهم مع أنهم بشر يأكلون ينامون يستريحون يتزوجون عندهم أولاد لا شك أما بالنتيجة ما هي القدرة التي تجعل الإمام الصادق عليه السلام مثلا أو موسى عليه السلام الأنبياء شنو هذه القدرة هذه الروح ملاصقة معهم حسب هذه الرواية يسددهم من قبل الله سبحانه وتعالى فتشوف القضية هينة تصير بعد يعني إذا شفنا أن الإمام موسى بن جعفر يأتي بطي الأرض إلى نيشابور ليشرف على دفن بشطيطة سامعين قصتها بعد خب مو بعد شنو يعني شنو الإشكال يعني عندما نرى أن عيسى ستقول هذه رواية خل آية ش تسويها اللطيفة كل المعاجز والكرامات اللي إحنا ننقلها لأئمتنا وللأم وللرسول كلها إشارات بالقرآن إلها موجودة مثيلتها أو مثيلاتها إحنا نقول علي بن أبي طالب وقف على قبر في جبانة في مقبرة وقال يا عبد الله قم بإذن الله الرجال بعد مثلا عشرين سنة قام من القبر قال السلام عليك الناس تقول شنو هل حد شي ليش هالمبالغة ليش هالغلو لا عمي عيسى اللي وين وين أمير المؤمنين عيسى شي سوي يخلق من الطين طيرا كما في الرأية يحيي الموتى يبرؤ الأكمه هذه ما موجودة في القرآن إحنا نقول الإمام الجواد وهو طفل هذه الطفل كلمة استحي منها بس خب يعني أول شبابه وهو إمام يعلم كل شيء شلون هذي يحيى خذ الكتابة بقوة عيسى يتكلم في المهد كل موجود في القرآن يعني ليش هال يعني التعجب ليش هذه موجودة في القرآن فلذلك هذه الروح تكون مع عيسى وهو طفل في المهد يتكلم وهو مع الإمام الجواد ومع رسول الله ومع الأنبياء ومع الأوصياء انتهينا بعد ما نفصل لأن أربع خمس مواضيع أصور في البارحة واحد قال لي شو يختصر أنا صممت بعد أختصر كل الشهر بعد ارتاحه ينزل الملائكة بالروح الملائكة يجون مع الروح ليش جايين على رسول الله جبرايل وأعوانه يجيبون الوحي ويأتون بالملائك بالروح يا رسول الله هاي الروح وياك أنا عندي تعليق هناك هناك ميرج جبرايل يروح من أول ولادت وياه من أمره يعني بأمره بأمر الله سبحانه وتعالى على منه على من يشاء من عبادة هذا الموضوع الثاني من يشاء من عبادة يعني شنو هذا الإشكال للشباب دائما يسألون يعني شعجب على عيسى ينزل جبرايل ويجيب للوحي على موسى ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله 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 وعليا ما ينزل على حج شاكر ما ينزل شنو الفرق يعني ها اهلا أنا بعض المتطفلين من المفسرين طبعا مو كلهم شي يقولون يقولون الله يسوي اللي بده اللي يبيه الكويتين يقول اللي يبيه اللي يريده لا حكمة بيها استغفر الله لا علّ بيها لا سبب لا صلاحية لا شي ليش بدليل هاي الآية ينزل الملائكة الله ينزل الملائكة بالروح ما يخالف من أمره على من يشاء من عباده يستاهل ما يستاهل مو مهم ليش بكيفة الله بكيفة هذه لما نتلقيها على واحد عامي ما احترامي يعني يقول ايه والله صحيح الله يحكم ما يريد يفعل ما يشاء ما دل شنو ويستدلون بالآية الأخرى شنو اه الله أعلم حيث يجعله رسالته يقول الله أعلم على من ينزل رسالته هذا في الظاهر شوية شنو شوية لا بأس يقول صحيح والله الله وايا مهم الله مهم صحيح ماكو أعظم من الله ولكن الله حكيم أم غير حكيم سؤال الله عادل أو غير عادل هنان الفروق المذهبية تظهر شوية نحن نقول أن الله لا يعمل شيئا لا يتخذ قرارا إلا بحكمة إذا صار بدون حكمة هو ستصير محد في أحدهم يقول يعني يتجر يقول كان من الممكن ينزل الوحي على أبو لهب مثلا ماذا هي قوترة يعني إحنا جوابنا شنو جوابنا دعاء الندبة دعاء الندبة هاي الدعاء اللي نسي من بعضنا دعاء الندبة شي يقول أنا هل بقدر لازم أقرأ وأخلص بعد ما شايخنا ضائجين يردون يرحون اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك أوليائك يعني منه الأنبياء الأئمة كلهم أولياء الله الذين استخلصتهم لنفسك يعني مخلصين عندك مخلصون عندك والدينك يعني الدينك بيد ذول خلاته كيف إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا مهلال هاي بالآخرة ليش سويت الشكل منه حافظ الدعاء بعد أحسنت يوم الجمعة إذا لحكت اقرأ بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرو وزخرو فيها وزبرجها فشرط له كذلك جواب هذا في عالم الذرد قول قول قبل الولادة قول بعد الولادة هذا مو مهم متى المتا خليها الله شنو سوى يريد لأ أنبياء ليش لأنه ليس بالجسم لا يأتي إلى الأرض ليس من شأنه أن يخاطبني وأخاطبه صح فلازم وسائط بين الله وبين البشر مع المشكل لازم ناس يصيرون وسائط بين الله وسائل بين الله وبين البشر شي سوى اختار مجموعة أنبياء ومجموعة أوصياء للأنبياء شنو سوى أول شي قالهم تعالوا بعد أن شرط عليهم سوى شرط على هذول الأنبياء والأوصياء شنو شرطك يا الله سبحانك تعالى الزهد في درجات هذه الدنيا ترى أنتم مول الدنيا لازم الدنيا تتركوها وفقط آخر تفكرون منو هذا ليش كنت سوى إذا واحد يشترط علي هذا الشيء أقبل مو محلو بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخروفها وزبريجها فشرطوا لك ذلك قالوا سمعا وطاعة طيب واحد يقول سمعا وطاعة بعدين ينكر يعني يقول أنا شرطت بس بعدين شفت ما أقدر ما أقدر لا فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به شوف شوف شقد دقيق هذا الدعاء الله يدري بعلمه المطلق أن هؤلاء أوفياء لتنفيذ الشروط عندما صار هذا المعاهدة فقبلتهم بس صار هذا المعاهدة بينك وبين الأوصياء والأنبياء فقبلتهم وقربتهم وقدمتهم وقدمت لهم الذكر العلي من الله يعني والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك مو قوتر الوحي يجعلك الواحد هذا اللي يقول هذا المفسر اللي يقول الله بكيف على من يشاء على من يشاء ولكن بقابلية ورفقتهم بعلمك شوف الكلمات جدا دقيقة أولا ذكر علي وثناء جلي من الله لهم ثانيا أهبط عليهم ملائكتك ليستهل كل واحد الملائكة تجي ثالثا كرمتهم بوحيك نزول الوحي كرامة من الله خاصة لهؤلاء ورفتهم بعلمك ساعدتهم أعطيتهم علمك كل العلم اللي تريد أعطيتهم وجعلتهم الذريعة إليك تريد تفد إلى الله في شهر رمضان توسل برسول الله محمد صلى الله عليه وآله 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 وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك إلى آخر الدعاء فانحلت المشكلة إلى هنا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ما خلصت الآية أن أنذر هاي بكرة إن شاء الله وأما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل الليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه الناس على قسمين قسمون من الصبح إلى الليل من الليل إلى الصبح كل هم هم الدنيا خب هذا قسم وقسم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أصبح وأمسى صبح ومساء هم شنو يعمر آخرته جعل الله الغنى في قلبه فقير هو ما عنده شي بس قلبه غني ليش لأنه مرتبط بالآخرة خلص جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره يرتب أموره بشلون ما كان ولو بفقر ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزق هو الرزق يريد الله بعد يأكل يشرب يستكمل رزق أو يروح مرتاح هذا القسم القسم الآخر نستجرب الله منهم ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر وهمه الآن نشوف المجتمعات شنو صايرة فقط دنيا 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 والدنيا أكبر وهمه جعل الله الفقر بين عينه غني ملياردير بعد يحس بالفقر طمع عنده ما يشبع جعل الله الفقر بين عينه وشتت أمره ضائج دائما مع أنه عند كل شيء ولم ينل من الدنيا إلا ما قسمه اللهم اجعلنا من الذين همهم صباحا ومساء الآخرة إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله سبحان الله 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 شكرا